دي فتنا في الستوديو الفنانة التشكيلية والمهندسة المعمارية عهود أسماريس سعد صباحك عهود صباح النور صباح النور للمستمعين كمان عهود بس دا غلبك تحكي مع المايك عشان المستمعين يسمعونا منيح صباح النور صباح النور لكم كمان وللمستمعين جميعا أكيد دا بشرفنا وجودك اليوم معنا بعد ما شفنا صورة من انتجاتك فحبين نبلش بالحكة عنها يعني عهود شو اللي بيخليكي مثلا تستخدم الفن في طاولة مثلا يعني شو الاشي اللي بيجذبك لهذا النوع من استخدامات الفنون شوفي أنا مهندسة أصلا معمارية وبالأصل عندي موهبة الرسم من أنا صغيرة فاستخدمت هذا الموضوع امتداد لدراستي ولشغلي الرسم على الزجاج هو جزء من الديكور وجزء مهم كتير كمان نستخدم عادة احنا في الأسقف الداخلية في البارتشنز في الأبواب في الشبابيك خزاء المطبخ حبيت كمان أدخل بفكرة طاولات عملنا طاولة سفرة وطلعت كتير اشي حلو وانتش استخدامها عملي بيكون لما بيكون علي هذا النوع من الرسومات بتحسي انه هي تحفي اكتر من انها هي للاستخدام ولا لا هي عبارة عن تحفي بس قابلة للاستخدام لمدى الحياة لانه المواد اللي احنا بنستخدمها بالرسم انا بستخدم مواد اصلية مش ممكن انها تزول حتى بالمواد الكيموية فممكن انك تحط عليها الاكل والاشياء السخنة وحتى لو نزل عليها زيت او نزل عليها اي شي ما في اي مشكلة طبعهود لو بنا نرجع من الاول من بداية القصة يعني امت بلشتي ترسمي انا برسم من زماني كتير يعني من انا بجوز طالبة في المدارس وانا برسم بشارك في معارض على مستوى انه يكون في مدارس في الجامعة جزء من دراستي كانت هي الرسم الحر والرسم التشكيلي ودعموني كتير الاسادزة اللي درسوني وقتها قالوا لي انه انت عندك خط مميز واستمرت انا بالموضوع بعد ما اني حتى خلصت جامعة شاركت في مسابقات كانت مع وزارة الثقافة وجبت مع الفنانين التشكيليين الخامسة وقتها على الضفة فحزت على لقب اني اكون فنانة تشكيلية فلسطينية يعني درستي الهندسة عهود ليش مش الفنون بجوز لانه وقتها المحيطين فيي والكل شجعني علامتي بالتوجيهي واحد وتسعين فالكل بدعم باتجاه انه الواحد يدرس اشي بده معدل عالي فاخترت يوم هالاشي اللي الى علاقة بالفن والعمارة هي جزء مهم كتير من الفن قداش بيأثروا على بعض يعني توجه هيك في الفن التشكيلي ودراستك الاكاديمية قداش بيأثروا على بعض بيكملوا بعض اصلا هما لاني حتى انا بخلال الفن التشكيلي انا برسم بكل انواع الرسم تقريبا فحموا رصاص زيت مائي بس يعني توجهت انا لشغلي في الرسم على الزجاج تحديدا لانه هو جزء بيكمل عندي جزء الديكور والديكور هو جزء كمان من الهندسة المعمارية يعني انت بتشتغلي الاكستيريار ديزاين التصميم الخارجي للمبنى والتصميم الداخلي للمبنى هو كله نفس الشغل بصفي فانا كمان استخدمت الفن التشكيلي بما يكمل شغلي يعني من بتحسي بي واحد تاني اكتر يعني انت بدك ترسمي لوحة ممكن تفكر فيها معماريا ولا لما بتشتغلي معماريا بتفكري فيها بطريقة فنية لا هو بالبداية اكيد بتفكري في المبنى وبتعملي معماريا بعدين بتدخلي على الانتيريار الداخلية بس كله راح يكمل بعضه يعني لازم يكون فيه فكرة كاملة متكاملة في المبنى سواء من بره او من جوه عهود يعني عملتي معارض محلية زي ما حكيتي لنا قدش بتحسي الناس عندها اقبال على هذا النوع من الفن قدش فاهمي هذا النوع من الفن والله هو احنا بالمعارض بنحاول انه نوصل فكرتنا للناس ونفهمهم اياه يعني فيه ناس يمكن ما بيستوعبوا ايش الرسم على الزجاج وكتير بيسألوا عن المواد اللي بنستخدمها هل هي بتضاين هل هي بتروح اذا مسحناها بمي بس هي الهدف من المعارض انه احنا نفهم الناس ايش هو الفن بالرسم على الزجاج والحمد لله يعني انا بحيث انه الناس متفهمة تقريبا وبيجين كتير انا على يعني حتى عندي شغل كتير من خلال الصفحة التعتي على الانترنت وعلى الفيسبوك احكي لنا اكتر عن استخدامك لهذا النوع من التصويق يعني انتي ذكرتلي واحنا تحت الهواء انه عم بتبيعي عن طريق المواقع الانترنت او موقعك الخاص على الانترنت اكتر من المعارض اللي فيها تواصل مباشر مع الناس اه بالزبط ليش برأيك شو الاسباب لانه ثقافة الناس لمفهوم المعارض او القائمين على المعارض ما بيوصلوا فكرة بالدعاية للأسف للناس انه هذا المعرض هو معرض للتسويق وللبيع فالناس بتفكر انه معرض هو عبارة فقط عن عرض يعني بحس انه الجمهور بيجي بس علشان يتفرج بيجي بقولك لأ انا مش حاطت بالي اني لازم اشتري بس بتفرج باخد كرتك واذا بدي بوصيكي طب يعني برأيك ممكن يكون يعني هي تأثير من الدعاية للقائمين على المعارض للأسف المؤسسات والشركات القائمين على تنظيم المعارض هاي مأصرة بطريقة الدعاية تاعتها يعني ممكن برأيك انه تكون اللوحات فعلا هي مصدر دخل للفنان الفلسطيني ولا لازم يكون في عنده مهنة الى جانب الفن حتى يقدر يكون عنده دخل شهري هي المفروض انها تكون دخل المفروض بس الواقع الواقع اصعب من هيك يعني الواقع انه الناس ما بتفهم هذا الحكي انه لازم تيجي تشتري وانك تفتحينها جلري للبيع والشراء لا المشكلة انه عندنا تأثير كمان من دعم الحكومة لهذا الموضوع يعني ما فيه اهتمام بالفنان الفلسطيني بتحسيه مهمش هو بده يركض علشان يبرس حاله بينما انا يعني عندي اصدقاء كتير اجانب بتطلع عليهم بدولهم قاعد مرتاح بالبيت بس مسخر كل وقته برسم وبعريت وببيع وعايش حياة مرفهة ومبسوط لان الحكومة داعمته من ناحية فيه كتير تقدير للفن فيه توعية على الموضوع عنا بالبلد هون شوية صعب يعني احنا بنحاول هاينا من خلال المعارض انواع الناس ونفاهمهم شو هو الفن قدش برأيك هاد بيأثر على انتاج الفنان او ممكن يكون من المحبطات للفنان شو فيه اكيد فيه ناس بتم احباطها يعني انا ما بنكر هيك بس الواحد اللازم يكون عنده قوة داخلية يعني انا بقول المثابرة والتصميم على الهدف دايما بيجيب بنتيجة اكيد طيب عهود لو بنا نحكي عن اللوحات اللي ما بتعرضيها للبيع ليش ممكن يكون فيه لوحة عهود ما بتحب تبيعها وبتفضل انها تحتفظ فيها لنفسها فيه اشياء بحب اعملها للبيت عندي مثلا ايش قصص لوحات مميزة عندك بالبيت يعني عندي لوحة اسمها القبلة بحس انه الناس مثلا بتخجل من هذا الفن يعني هو فن تجريد الى رجال وامرأة في بينهم قبلة بس يعني انا بحب اشتغل بهاي الطريقة وهذا بحس سهول فاق يعني فيه اشي بعبر عن الفنان عن اشي في فكرة يعني مش لازم دائما بيجي بقولولك لعبدنا اشي فلسطيني في الطابع الفلسطيني انا بحب فلسطين وفلسطين بلدي مثلا بس مش فلسطين بس مش معناها انه الاقصى او المباني الفلسطينية كمان فلسطين فيها حب وسعادة وسلام ولازم يعني فيها كتير اشياء زي ما انا بني ادم وفي عندي كل هاي الاحاسيس كمان بلدنا احنا هيك محتاجة فمش غلط انه نعبر عنها بكافة الاشكال بس فيه فن صعب ببلدنا يوصل للناس فيا اما بعمله انا حسب طلب بالزبائن اللي عندي او انه مثلا فيه اشياء بحب اعملها الي بحب اعمل هاي اللوحة واحتفظ فيها قديش بتحسي انه هاي الكيود الاجتماعية ممكن تخليكي مربوطة بانتاجك مش قادرة تنتجي شيء معين مع انه يعني هو موجود في بالك هي الها تأثير لا شك في ذلك بس يعني انا كانسانة بحاول اني اكثر كل هاي الحواجز لا يعني حبي على القريب اني اشتغل على موضوع ان شاء الله يكون عندي اشي زي هيك وفكرة وكونسبت عندي فيه راسي انا اني اعملها واعرضها واكيد رح الاقيلها ناس تحبها يعني ما عندي مشكلة لا ما بدي اخبي هذا الفن يعني عهود يعني ما اننا حكينا عن القيود الاجتماعية قدش بتحسي انه ممكن القيود الاجتماعية هيكون لها تأثير على الفنانة الفلسطينية اكثر من الفنان ممكن تكوني تعرضتي لموقف مثلا بينتقد انتاجك الفني كونك امرأة بجوز طبيعة حياتي انا ما حسيت بهذا الاحساس لاني انسان قوية باعتبر نفسي ما بخاف من المجتمع وما بهمني انه حدا يجي يحكي علي كلمة تأثر علي يعني سلبي دايما بحب اني اوضح فكرتي بطريقة ايجابية عادة وإلا الواحد يلاقي حتى سواء بنت او شاب إلا يلاقي انتقاد من المجتمع شو طبيعة الانتقادات مثلا الممكن تيجيكي على احد الانتاجات الفنية يعني مثل هاي اللوحة انا عرضتها بمعرض اهه وين في اي مدينة في مدينة رام الله على فكرة انعرضت وكتير اسمعت عليها كلام كل الناس اللي بتفوت تتفرج بالذات اني انا فنانة بنت واللي بدخلوا كانوا شباب كليتهم كانوا يحاولوا بدهم يفهموا مني قصة هاي اللوحة يعني وهي في كأف مش انه حابب يعرفوا قصة اللوحة هي لوحة واضحة تقريبا معلش تجريدية بس حسيت انه يعني الموضوع انه يعني استفزازي اكتر من انه استفزازي اكتر بالزبط استفزازي اكتر من انه والله بدي افهم شي هي اللوحة هاي للأسف يعني مفهوم البنت والشاب عندنا هنا بالمجتمع يعني مشكلة هاي بس مع ذلك يعني انا مستمرة ما عندي مشكلة طيب عهود يعني قداش بتحسي مثلا انه ممكن يكون عند الناس صور نمطية عن حياة الفنان الفلسطيني فممكن عشان هيك ما بتقبلوا لسه فكرة انه يشتروا من المعرض او يشوفوا لوحات فيها شيء غير معتادين عليه ودايما بدهم التراث ودايما بدهم او دين اه بالزبط ايش برأيك ايش الاسباب اللي ورا هذا الموضوع طبيعة مجتمعنا مجتمعنا مجتمع معلش يعني احنا بنحاول انه يكون مجتمع منفتح بس للأسف لا هم الناس منغلقين يعني بتحسيهم يعني في حرية في الشارع عندنا الفلسطيني لكن المجتمع بشكل عام بخاف يظهرها فبتلاقيه دايما بنزجع على العدات والتقاليد الاساسية تاعته فبدهم الدين وبدهم لهذا هو مش غلط يعني الدين حلو كل هاي الاشياء حلوة بس عكل حال يعني فيه كمان ناس بتحب انها تكون متحررة في الفن تاعها وفيه ناس بتتقبل هاي الفكرة بس قليلة انا بتمنى لقدامي يعني انه يكون هذا الحكي فيه توعية اكتر عليه شو دور الفنانين بهذا الموضوع؟ دورهم هم اللي واعوا الناس زي ما قلتلك انه احنا من خلال المعارض يعني لازم يصير فيه توعية انا بحاول بكل ما بكون احكي للناس قصة يعني ما بخلي حدا يمره الا لازم يفهم ايش هو هذا الرسم وايش احنا هدفنا من الرسم هاد هاي كمان يعني نقطة حابة اناقشها معك انه قديش الناس عم بتميز انواع اللوحات يعني ذكرتي التجريدي حكيتي بتعرفي عن حالك فنانة تشكيلية ممكن الناس كمان هاي المصطلحات بالنسبة لها يعني غير مألوفة فممكن مثلا تشرحي لنا شوي عن هذا الموضوع انه شو المقصود بالفنان التشكيلي ايش بالزبط اللي بنتجه الفنان التشكيلي الفن كتير هو مش الرسم بس يعني عادة الفنان اي اشي فيه لمسة فنية عادة هو تابع للفن التشكيلي والفن مش بس اني ارسم لوحة على فكرة يعني في كتير اشياء زي شو ممكن اصمم كرسي مثلا ممكن زي ما قلتلك اللي رسمناها الطاولة انا مش بس رسمت الطاولة احنا صممنا الطاولة تصميم واتبعت مع اللي نفذ الطاولة على انه ينفذها بطريقة صحيحة يعني هذا كمان فن يعني هو مش بس اني لازم ارسم لوحة هو ممكن اني اصمم شنطة ممكن اصمم تي شيرت وهذا كله يعني لزمني كتير بحر واسع بس يعني هو له وجود على الشارع مش انه لهالدرجة الناس مش مقدرته لا حرام يعني انه لوحد يحكي هيك طيب يعني عهود لو بد انيحكي مثلا على الحياة المهنية قديش بتحسي انه ممكن الحياة المهنية تاخدك من الانتاج الفني انا اخدتني فترة منيحة والله يعني بنكرش هذا الموضوع بعد ما اني تخرجت بفترة حبيت اني اطور شغلي يعني هي جزء من خبرتي اني المفروض اعرف كيف حتى المباني بتم تنفيذها فشغلي في المواقع بجزء يمكن اعادت بحدود عشر سنين هاي من حياتي اشتغل في الوراش وبين عمال وهيك وتأخيري بالشغل ما كان يعطيني مجال من الارهاق والتعب اني اقعد اشتغل بالفن كمان بعد ما اني اروح عرفتي فانا ما بنكرم كان في عشر سنين من حياتي هاي استهلكت هيك وشو اللي خلاكي ترجعي للانتاج الفني مأهورة من داخلي يعني في اشي بضلي يقولي لازم ترجعي وبعدين في فترة انا ارتحت فيها من هذا الشغل خلصت منه وكان عندي بريك يعني بسبب شغلة مرضية عندي اخدتها فقعة كان عندي حوالي سنة ونص بدون عمل هذا اللي خلاني اني ارجع اشتغل بالفن فهو الفن جزء منه تفريغ لطاقات مثل اليوغا زي ما بنلعب يوغا هو الفن هيك على فكرة طيب عهود يعني لما بتفكري بقصة لوحة من وين تيجي لك الفكرة من واحد قصة او الشي اللي بدي اعمله يعني حسب اذا انا بدي اعمل ديكور لبيت اكيد ده يجيني من واحد ديكور بيت اذا حدا حابب مثلا بقرأ افكار كمان الناس اللي قدامي يعني لما بعمل الشغلة بحب اني اقعد معاه قبل ما اني اعمل اي شي اتعرف ع شخصيته بتحدس اناوية بشوف شوفي في مخه فمن خلال شخصيته هو كمان بقدر اعمله اشي ويكون حلو ويعجبه وبنبدأ هيك احنا عادة يعني انا عفكرة ما برسم اللوحة او الشي بالزات في موضوع رسمع الزجاج انه بعمله مباشرة للزبائن وبعطيهم اياه لأ بحاول اني اعمل سكتش بعرضه عليه بنتفاهم عليه انه يكون فيه توافق من الجهتين وبنبدأ بالتنفيذ عادة مثل تصميم اي مبنى طب عهود قدش بفرق بين الانتاج الفني اللي بتقومي فيه بناء على طلب زبون او الانتاج الفني اللي بتقرر عهود لحالها انه بدها تعمل اه بفرق طبعا لانه هناك انا بعمل الاشي اللي برض زبوني بس بالاشي اللي بتقرر عهود تعمله فهي بتعمل الاشي اللي بتحبه هي من داخلها وش اللي بتحبه عهود انا بحب الفني التجريدي بشكل عام بحب الاشياء هاي يعني بحب يكون في قصة في اللوحة إلها مغزة طيب يا عهود لو بنا ننتقل للإشي خارج فلسطين قديش مهم إنه الفنان الفلسطيني يكون له وجود خارج فلسطين يعني كثير من شوفهم الفنانين بفضلوا إنه المعرض ما يكون محلي وكثير منهم قليل كثير ما يكون له معرض محلي لكن مشاركاته الدولية بتكون كبيرة برأيك هذا ليش عم بيصير يمكن لأنه الواحد بتشجع لأنه فيه تقدير للفن بره أكتر من هون بس يعني أنا مني وعليك عهود بحب إني أعمل هون معارض يعني بحب إنه ناس تعرفني هون كمان كان لك تجارب خارج فلسطين والله لها لأ لأ بس عندي أصدقاء كتير بعرفوني من خارج فلسطين أما إني أعمل معارض بره لحد هلأ لأ ما صار برأيك هل هذا شيء عن جد مهم وبيضيف للفنان ولا الأولوية بتكون للإشي المحلي أنا بالنسبة لطبيعة شغلي تحديدا الأولوية لشغلي المحلي لأنه مجالي هون يعني بالشغل أكتر بس إذا صار إشي ودولي بتشجعه بحب أعمل يعني شو مشاريعك عهود في معارض قادمة قريبا إن شاء الله خلال هذا الشهر في عندي معارضين مشاركة بمعارض لمنتدى سيدات الأعمال في تسعتاش ستة لثلاث أيام هو رح يستمر وفي عندي مشاركة بمهرجان بيرزيت كمان بثلاثة وعشرين ستة مدته خمس أيام أكيد إحنا كمان مندعو جميع المستمعين إنهم يكونوا من الحضور ونتمنى لك كل التوفيق ونشكرك على وجودك اليوم معنا الله يساعدك يا رب شكرا كتير إليك أكيد إحنا مبسوطين بوجودك معنا شكرا كتير للمستمعين إذن مستمعينا كانت معنا الفنانة التشكيلية والمهندسة المعمارية عهود أسمر متواصلين معكم حتى الساعة